الخبر روي اللي عادنا عن آياتي وردها على أحمد أبو الروب في الميرشول اللي صار بناوته وحمد أبو الروب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع جد يستيزئ بآيات وقاعد يتمسخر عليه ويحبطها فوقعت آياتي نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوشت اللي كان بهذه الصورة اللي قاعد تتمسخر بي على أحمد أبو الروب ومثلتها كأنه حوريات ومثلت كاتب عليها استرخامة صديقتي المفضلة فأحمد أبو الروب رد عليها أقسم بالله أقوى رد فاكتبنا أحبابيكم التالي شاركوا بردها على أحمد أبو الروب الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر عادنا هو كيشف حقيقة أنس وأصاله باللزالة على القناة الثانية مقطع باليوتيوب وبهذا المقطع كشفت بي حقيقة أنس وأصاله وكل خفايا اللي عنهم رطقنا رابط بالوصف الكل اللي رح شوف المقطع وشوف الأشياء الصادمة عنهم أما اليوتيوبر الثاني عادف هو سامة مروة والشي الحزيني اللي صار فو سامة مروة نزع لحسبة باللين انستجرام هذا الستوري وهذا الستوري أعلم خلال أنه حيطة عن اليوتيوب 16 يوم للاسف يا حبايب لكنه وللاسف ما قال شون السابع حيطة بي هذا فاكتبنا حبايب الكومتات شون تقاسب لحيطة بي عن اليوتيوب وتتمنون أن يرجع أولا الخبر الثالث اللي عادنا عن كريستينا اللي هي أخة مريان وهو أخيرا يفتتحها القناة الجديدة فإن نزلت أول مقطع على القناة الجديدة رحطوكم رابط بالوصف أتمنى بالكل يروح يشترك عادة في فجر القناة من طرف جيش مملكة القصص فاجروها الخبر الرابع اللي عادنا عن نور ما رو وصل لحسبة باللين انستجرام للخمسمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا ربو طبع لتسوني حبايب أنه تباركوا لي بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الخامس اللي عاد دعا غيرت مروان ورد أن هناك مشكلة بينه وبين نارين بيوتي فغيث مروا أن نزعل حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذا الإنستجرام يصدر يقول بها أنتوا أحيانا تفكرون بأشياء أولا كان هذه الأشياء مصايرة وأنه كل الأشخاص يمسوئين لفولو معدهم مشكلة وإياهم بعدهم مسوئين لفولو ومتابعهم طبعهم أضطر يرد على هذا الموضوع لأن بعد ما صرت المشكلة بين نارين بيوتي ونورستارز هو شغل فولو عن نارين بيوتي بالإنستجرام ولكن الحالي يرجع لكم أن نحطكم هذه الصورة عم تفتمن أكثر وأنه ماكو مشكلة بينهم وبين نارين خلق ليس أي شيء أنتوا بتفكروا فيه معناته هو الصح يعني فيه أشياء أوكي بتغطر عبالكم بس يمكن أنتوا فهمين الغلط ما نحكى فيها ما حدا طلع قال أنه هذا الشيء صح أو لا أوكي فما فينا نطلع يعني يعني عم تصير لي صدماتي كثير هالفترة يعني بنام فيه بلاقي حالي برتقالي بنام فيه بلاقي حالي خاطر بلاقي حالي حامل شوف كيف أريد إياكم تعرفوه تتأكدوا مننا أنه الحمد لله ماني مؤثر ولا أصرت ولا رح أصر بحق حدا من رفقاتي أوكي ما بدي قول رفقاتي لان بعدين فيه رفقات تشطهم بصير ماي وبرجع بشوتهم لو رجعوا الناس اللي بتابعهم أوكي الناس اللي بتابعهم أنا أنا هيك معهم أوكي ما في بيننا ولا أي شيء عداوي وبرجع بقول بحطهم فوق رأسي كلهم أوكي فبتمنى ما حدا يطلع ويحكي إنه خايف باع واشترى وفضل وعمل وشي كل هذا حكي أنتو عبت ألفوه وأنتو يعني عبت خلوه أشياء الواحد ما أنا مفكر فيها تصير أوكي يعني هدول أنتو يعني كل شي انتو كنت عبت تحكوه غلط وفظوم ليش عاديم تحكو هيك بس خلص حقكم لأنكم مش فهمين الموضوع بس برجع بقولكن ما في عداوي بين و بين حدا من الناس اللي عم تغوان شفت واحد راح يمين يسار وبس قلنا نصعت مقطع حبايب مقطع بلوصف لي وحقيقة أنس وأصالة أتمنى من اللي كل يروحوا شوفوا فجروا للمقطع وشوفوا الرابط هناك هم أيضا وباس شاقوا فيزين مقاطمك القصص مع السلامة